خلينا أقول في البداية إخوتي وأخواتي كما كانت رسالة الرب للنبي إلي قديما أنه في سبعة آلاف ركبة لم تحن أو لم تجثوا لبعل يعني للآلهة الغريبة أو الآلهة الوثنية وهكذا أحباء إذا مش شايفين كل الصورة عاوز أخبرك الأخبار الحلوة أنه في مؤمنين في كل بقاع وسقاع الأرض في مؤمنين في القصور في القبور في كل الأماكن في مؤمنين من كل الخلفيات من كل الديانات في مؤمنين يعني مثل الخمير اللي تخللوا واخترقوا كل مستويات الحياة حتى لو مش شايفين الصورة الكاملة هذا ما يسمي الكتاب أو ما نسميه يعني كمسحيين كنيسة الله الغير منظورة هذه الكنيسة تعمل بقوة هذه الكنيسة تعمل بحكمة هذه الكنيسة ما زالت تعمل حتى لو الناس مش شايفين شو عم بصير اليوم عم منشوف مئات الآلاف من غير المسحيين اللي عم بيرجعوا للرب يسوع المسيح فإذا كل هذه الأحداث بتخلينا أفكر ما هو دوره وأين أنا من كل هذه الأحداث هل أعيش تعيس وبائس ويائس مع الظروف اللي بتواجهنا في هذه الأيام أم فعلا أخذ قرار حاسم وحازم وصارم في نفس الوقت أنني سأواجه العالم وسأواجه كل تحدي بنعمة الرب يسوع المسيح له كل المجن اشتركوا في القناة